السلام عليكم البنات جسبر كيف وزدتوا التوب مرحبا بكم في فيديو جديدة طول تعليكم الغيبات سمحولي قتلهم لازم لازم نطلع عليهم فيديو جديدة ما كانش كامل كيفة ما نحطش لكم دي فيديو على اليوتيوب ما كانش كامل كيفة انو نخلي ليوتيوب ونخليكم سي بغي كي جسوي اجو على انستغرام سي بغي ستجو نقول لكم اروحو عندي الانستغرام لاني تلتو تلتو في الستوري نحط لكم دي ريلز نحط لكم دي فوتو دي بامبلو دي روسات دي روتين تاي او كامل بالصح تاني في اليوتيوب ما نقدرش يعني كي ما قلت لكم ما نقدرش كامل ما نحط لكمش دي فيديو دونك قد اليوم لازم انجي نحط لكم هاد الفيديو رح تكون عبارة عن روتين رح يكون فيه كل شي شوية من كلش رح يكون عبارة عن روتين صباحي رح نقول لكم كيفة راني نجوز في الجوانية تاعي كي نكون في الدار شوفوا لبنات انا النوذ بكري بخذكور راني موالفة نحل ستاج تاعي في الفرماسي دونك موالفة النوذ على ستا ونص سينو ليامت الاخرين نسي كيف هنرقد او موى حتى 8 تاع سباح كما قم تشوفوا سقيتني اللي بلونت تاعي على بلكم يا لبنات اللي بلونت تاعي كامل تهردوا لي راحوا فيها اه على بلك واحدة تحرقت واحدة تنسرقت واحدة اه ماتت كل واحدة وش سرى لها معنا بلش على جب لي ربي اللي بلونت تاعي ضربوهم بالعين اه بقاولي جوج اه كات بلونت بلونت بان قراني نطهل لها فيهم وان شاء الله ليامت ال جاي راح نعود نشري دي بلونت واحدة اخرى بسك مكنش كامل كيفه انا مقدرش نعيش بلا دي بلونت باو كي كملت كامل نقيت لها شامر تاعي يعني ما نقيت هاش مسحتها بارك ونفوت للي تاعي اه حدث هادك التاق الله الله راح تلاصة الدوبة اه هنا حبيت نواري لكم لاروتين تاعي تاع الصباح على بلكم لبنات انا هاد لاروتين نديرها لشاك جون نغسل الوجه ستاعي ونستعمل هاد لجل تعني اه لبنات اللي ما عندهم ش يعني ان بوجي ما عندهم ش بزاف ادراهم هاد لجل راح يكون اه لكم يعني حيكون ان بان جل باش هكدك تغسل الابو بتاعكم وتننظفوها كيما قلت لكم اللي بخي تاعو اه رخيص ما شغالي وران نسيه فيه تتفاصوا راح ينقي الابو تخي تخي بيان وتاني كهي رتبها وتاني لاحظت انه ينحي لازم بارفكتي باسو كان عندي شوية حبوب فروجة تاعي اه ولا ينشوفهم ولا ويتقشروا لي ضنك ننصحكم بهاد لجل تعنيال ما رانيش ندير في بيبلي سيتي بصح جز اه عجبني وحبيت نبارتاج معاكم اه باسو كيو كينا بنات رحين يدخلوا للجامعة البنوة التاعليسي ليما عندهم شدراهم بزاف اه ضنك تشيروا هاد لجل اللي يكون يعني غني يعني تعريف يعني نصحكم به وبالها البنت كيف كيف هنا يعندي هاد لوسيون طونيك كيف كيف من الماركة تانية الكوسميتيك مليح بزاف يا البنت هذا يضغطي لابو مليح بالبزاف كي نمسح بيه المايكا بتاعي دفوا كي نغسل كي نضربها كارشات دفوا ندير به الماسك مليح بالبزاف تاني نصحكم تشيروا خمستاش نالف بورك بعد هنا رحت الكوزينة باش نشرب القهوة التاعي على بلكم نموت نموت على هاد الوقت انه ما يكون حتى واحد في الدار وندخل للكوزينة ونطيب هاديك القهوة الله 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 ونشمر رحتها ونشوفها هكا تطلع دار تقهي والله الله ليه باش نقعد بها راسي بس كان نحب القهوة التاع سبح اذا ما شربته هاش مرح نكون مليحة رح نشوفوني تطلع جوغني راني نتمايل كي مصر كارنطيح في الدروج وهنا رح ندير معها الديبان دومي على بركم دبنات الديبان دومي بهادو شريتهم باش ندير بهم ريزي باسكو انا الكولون تاعي وجاني بساف هاد اليامات لاني كترت عليها بلابيتزا بلاساندويش كي روحت لبجايا ومن هذه الخطرة وانا راني مريضة دونك قلت شته هادو البندومي باش نشرب بهم القهوة التاع الصباح وامامتان اندربيهم ريجيم أليمانتع دونك رح نستغنى كامل على الكسر وعلى الخبز بس كي راني مريضة واما مكن حتى واحد فالدار قاعت معرق هيوتي انا وهي بارك شبتها باش هكدك ننوض ونشوف شغالت تاعي هنه يروحت باش ندير لا دوش تاعي دي راكتو مو قد لازم نسباق في لا دوش تاعي بو هنه يجبت هاد البيجاما فيجاما صيفي اه قريب احط روح علينا روح علينا الصيف بو راني هاد الفيديو صورته في سبتمبر بصح ليه متلولين تع سبتم على بركم كان الكليما بساف سخون اه مكش كامل كيفا هنو مديريش لا دوش في انا نستعملهم في هاد المومو الوجه التاعي والشعر التاعي راح اقول لكم كامل بروديو تاعي في فيديو واحد اخرى سيبقصة هنه ما رانيش نصور لكم حاجة كبيرة المهم بالنسبة للشعر التاعي رانيش نستعمل هاده تا قيل تخدو هنه نحضر لكم عليه في فيديو جاي رانيش نورتها دقا حنحطها برك راني فنيانا برك دقا حنحطها في اليامات اللي جايي هنه يفيد في كنت هكداك الحداش ونص كنت لازم لازم دير علي يغضا باش هكداك يتغذوا هنه يدد ديزي اسكالوب هنه ما درت لهم مش لا ما غينات جست بلتهم هكا من فوق هادوك الاسكالوب قطعتهم الرقاق ودربتهم هكا بتاند غيسور تاع الاسكالوب باش هكداك يكونوا رقاق ويطيبوا اللي يفيد فيه هنه التوابيل درت تابل تاع شاورما درت الجنجمب ودرت تاني شوية تاع كوركم ودرت شوية تاع ثوم شوية تعمل حدتهم هكا من فوق وكيف كيف درت شوية تاع معدنوس من فوق هكا وخليتهم هكداك خمس دقايق ولا ست دقايق كنت حبا نمارينيهم الصح فيكو ما عنديش وقت ضنك قليتهم سوق بلاس في المقلة التاعية حطيتهم على زيت يسخن ونقصت كامل للغاز باش هكداك ايتيبوا لي حتى من داخل هنه يعندي شوية زوائد ستعلو بولي كيمال الكبدة وكامل ضنك نقيتهم وحطيتهم تاني في المقلة باش ايتيبوا كيف كيف حطيت عليهم نفس التوابيل وفي الجهة واحدة اخرى قليت ليفريل اللغداء ودر التاني ما قلت لكم ودر التاني دي ليجوم صوتية انا ارابلكم بارتاجيت هاد الاروست على انستغرام وتفاجأت انه كيمتسك بنات قالوا لي ورلنا كيف فاركي تدير وصفت علي ليجوم صوتية يعني هاد السؤال ما يختارش كامل في بالك بالصح والله العظيم غير سكتوني هاد السؤال ما انا يفورت البطن لليجوم التاعي كغجات بطنجان وزرودية بدأت تحطوه ايش رقم حبيل وفي هذا الزيت اللي انا قلت فيه الاسكالوب التاعي حطيت بعد ما فورت كامل الخضر التاعي حطيتها هادك المقلة وحطيت عليها نفس التوابيل اللي حطيتهم على البولي أحطيت العمل وشوية تاع الصو وشوية تحشيش وشوية تعمل وحركتهم هكا غير بلعقة بشكاك ميتكسووليش وكي تحمرو لي يعني تسوطاو لي تخي تخي بيا حطيت عليهم شوية تاع مع الدنوس وحكاك يعني الاروسات التاعي واجدت بصح نوعودتكم البدء انه هاد الاروسات هنديرها لكم اندتياي بخصك هاد لقطت انا اضطيتهم جوزت انستغرام متفاجئت بديك ينبنات سقساولي كيفارك تحضرين هاد الاروسات دونك نوعادكم انه هنحنحطها في اليامات الجاي هنا بعد ما كملت على بيلكم اللي بنا تهرت كامل هذا الفور بالزيت والقليان وكامل ضرت له أرغي وخفيفة بإيزي سوحكيته تخي تخي بيا أنا ما نحبش نشوف الفور موسخ أنا نغسلكم نشوفه موسخ نغسلكم بهاديك لابرون شوية إيزي شوية جابيل ونقيه تخي تخي بيا ما ما نحبش يتسبك هذا كيقات كامل الفوق كيكملت نظفت كامل الكوزينة هنا روحت بشنطيب القهوة تاني هنا كنت هدك الوحدة والمواصلة الساعتين هنا قلت لازم نطيب القهوة باش نشربوه كامل كيف كيف يعني في العائلة لقيت هدوك العولة بنحطوه فيهم الكافي والسكر فارغين لنحطت فيهم القهوة والسكر على باركم ما رانيش قدر إما أخذتش كامل من كوزينة هدك نهار ومبلوس كانت سخانة هنا يفرغت كامل هدك القهوة وفرغت السكر هدك على باريب اللي كامل لبنت تحبوا تديروا هده اللقطة تحبت عنكم تفرغوا القهوة والسكر بصحة بالخفوة يخلصوا كلمو احنا يفضل نحبوه القهوة الكهوة بزدونك هدو يخلصوا فيد فيه بعد ما فرغتهم روحت وجدت القهوة التاعية وبيلسو هنا نظفت هذيك الطابلة ومستختها كامل جبت القهوة التاعية روحت قعد أقدم الوظيناتور باش هكذا نجاوب على اسئلة تاعكم في الوظيناتور تاعي ونجاوب على تعليقات تاعكم ولا ببنات بالنسبة للفيديو تاع اليوم إن شاء الله أنه يكون لإعجابكم درت لكم فيديو هكا خفيف وضريف ما حبيتش نتقل عليكم حتى أنا يعني ما كش كامل في بالي أنا نصور هاد الفيديو بصحة قلت لا لا لازم نطلع على حبيباتي ولا بالنسبة للفيديو تاع اليوم حبوبات وش نقول لكم لا تنسوش تتبعوا لي على انستغرام باش شوفوا اليوم يد تاعي انستغرام تاعي راهو الفوق نتلقوا في فيديو الجاي نقلكم جون بيزور بيحفظكم وإلى اللقاء